السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يابل من روح على الحركة الفلكية والأخبار ياريت أي واحد من الحبايب الموجودين واللي بحضر الحلقة بس ينزل على صندوق الوصف كوبي لا الوقت اللي هو أوقات تقسيمة الحلقة ويحطها في أول تعليق بس على أساس أنه اللي بيجوا مستعجلين وبدهم يعرفوا إيش بدهم يسمعوا يكبس على الوقت ويضر رايح عليه طبعا اليوم توقعتنا على يوم الأربعاء عشر أيار مايو القمر اليوم استقر في برج الجدي وبما أنه هو في برج الجدي معناته منعود لطبيعتنا الجدي منحاول إنجاز عمل متراكم منجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة بتسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض منا علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو الشراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو الاهتمام بمسائل تتعلق بالتأمينات يعني شركة تأمين عقد جديد تعمل تأمين دجد التأمين أشياء من هذا القبيل بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجدي هو الآن موجود في منزل تسعد ذابح وهي موعد بث الحلقة وهي مساء يوم الثلاثاء وهي منزل للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة 10 و15 دقيقة مساء من مساء اليوم الثلاثاء بعدين بدو ينتقل لمنزلة سعد بلع وهي منزل للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية ورح يظل فيها لغاية الساعة 8 و53 دقيقة من مساء اليوم الأربعاء لا ينتقل بعدها ويكمل باقينا اليوم في سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق يعني بمعنى آخر المنازل قوية جدا اليوم فيها أشياء إيجابية لكثير من المسائل وأيضا القمر اليوم بشكل محطة احنا بنسميها بعلم الفلك إنه هو اليوم تأثيراته بتكون أو بكون سعيد أو سعودة أو يوم سعد أو من هذه الأسماء يعني فاليوم فيما يعني بتأخذوا المميزات على أساس إنه تقدروا تستغلوها بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية التزديس الإيجابية اللي بين عطارد وبين الزهرة وقلنا إنه هاي من يوم ثمانية خمسة ليوم تسعة عشر خمسة تأثيراتها هاي الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية تجعلنا من ميل للتسامح مريحين خفيفين الروح هذا وقت مناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين نقدر نستفيد بكثير من الأمور خصوصا أمور اللي لها علاقة إما بالراحة والاستجمام أو بالدعوات أو السفر أو التسلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهاي من يوم ثمانية خمسة ليوم اتناعش ستة تأثيراتها طبعا هاي ذروتها يوم اثنين وعشرين خمسة بتعزز قدرتنا على القيادة بتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة بتزيد منثقتنا بنفسنا بتمنحنا الطاقة والشجاعة بتدفعنا لفعاليات أو للفعالية والتأثير والقيادة يعني أجواء جيدة برضو وممتازة بتدعم هاي النقطة أما بالنسبة للدولية فهي بالدلعز دياد اهتمام الحكومة أو الملك أو الرئيس بالشؤون الأمنية وبالأمور العسكرية وأيضا لها علاقة بالتنصيب أو بالرتبة أو بولاية العهد أو بأشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين زحل وهاي من يوم ثمانية خمسة ليوم أربعة وعشرين خمسة طبعا ذروتها يوم ثلاثة عش خمسة الساعة ستة وستة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية تضمن لك إخلاص محبوبك يعني الأجواء بتكون جيدة على المستوى العاطفي أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين نبتون وهاي تأثيراتها من يوم سبعة خمسة ليوم أربعة وعشرين خمسة ذروتها طبعا يوم خمسة عش خمسة يعني بتخلي عنا درجة التركيز تصير عالية أكثر منكشف أي شخص بيحاول أنه يكذب علينا أو يخدعنا برضو بتدفعنا لحب المغامرة تحمس لفكرة ممكن أن نحقق إنجازات علمية أو عملية برضو بتدفعنا للإثارة ولكنها يعني ممكن تساعدنا على الكفاح من أجل مثل أعلى هي مناسبة للشعور بالإطمانان النفسي والإنجازات العملية الكبرى أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الزهرة وبين المشتري وهي وأن تأثيراتها من يوم ثمانية وعشرين أربعة ليوم اتناش خمسة هاي زاوية وأنها بتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وبتسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم كمان بتسهل إقناعهم حتى لو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل طبعا هاي زاوية بيستغلوها النصابين لأنه بيستغلوا تراجع طارد إذا بيعرفوا بالفلك أو بطبيعتهم بكثروا بالفترة هاي وبيستغلوا أي شخص وممكن ينصبوا عليه كمان هاي زاوية بتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية بشكل أقوى لدى العاملين في المجالات ذات صلة بذلك اللي هي مثل الفن والديكور بتمنحهم الرغبة في الرفاهية بتجلب لهم البهجة بيحققوا نجاحات شخصية وهذا الوقت مناسب لأمور إلا علاقة بتطوير العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس الإيجابية اللي بين عطارد وبين زحل وهي اللي ونعلها علاقة بالنصب والاحتيال والتقلب النفسي والأمور اللي إلها علاقة بالأشياء اللي يعني فيها نوع من أنواع الاستقرار لأن عطارد بيتراجع فعشان هيك في المرحلة الأولى رح يكون فيه سلبيات المرحلة الثانية بيكون أكثر إيجابية طبعاً إلو ذروتين الذروة الأولى رح تكون يوم 12-5 الذروة الثانية رح تكون يوم 19-5 طبعاً الذروة الأقوى والتأثيراتها إيجابية أكثر اللي هي الثانية 19-5 أما اللي 12-5 هاي فبتكونوا ظلوا حذرين من النصابين هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور وهي مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية منتصرف بحكمه من ثابر في أعمالنا ومشاريعنا وهذا الوقت مناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتطلب التركيز أو لإنجاز أمور إلها علاقة بالعقارات ولكن اللي بدي يعمل أي شيء بالعقارات بدي يتفقد الأوراق والعقود والملكية بشكل جيد عشان ما ينضحك عليه أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين نبتون وهاي من يوم 28-4 ليوم 11-5 طبعا هاي زاوية بتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية اللي بتعكر صفونا وعادة الزواية اللي مثل هيك زواية سلبية جدا بيكثر من خلالها اغتصاب الأطفال والتحرش بالأطفال والعنف ضد الأطفال برضو بتسبب لنا نوع من أنواع الإرباك وخيبات الأمل في الحياة العاطفية بتشجعنا على الاستهلاك المفرط للأمور الإلها علاقة بالكحول أو المخدرات أو الأدوية المهدئة أو المنشطات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهاي من يوم 28-4 ليوم 13-6 هاي بتخلي بعض الأشخاص طبعا ذروتها يوم 23-5 بيحقق بعض الأشخاص تقدم على حساب الآخرين بتعرض المؤسسات المالية والبنكية لمبادلات تجارية يعني نوع من أنواع الخسارات أو لبعض الإضطراب بسبب سوء التدبير أو بسبب تقصيص الدولة ميزانية أكبر للشؤون العسكرية وهي فترة غير مناسب العقد للعلاقات التجارية والدبلوماسية لأنه غالبا بتتعرض لعراقيل أو بتم التوصل أو ما بتم التوصل لاتفاق في هاي الفترة بيعلو شأن أحد الدعاء أو رجال الدين أو المعارضين وبيلقى تعييد شعبي كبير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهاي من يوم 22.04 إلى يوم 22.06 طبعا ذروتها يوم 18.05 هاي بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا والنفقاتنا أن وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير بتدل على تحولات اقتصادية خطيرة بالضر بخزينة البلاد وممكن يقع اضطراب في القطاع الاقتصادي والمالي وتتراجع مداخيل البنوك والمؤسسات المالية بشكل يصعب التحكم فيه لا بد من وقوع أزمة على المستوى العقائدي بالخصوص وممكن تقوم بعض الجماعات المتطرفة أو الإرهابية بعمليات تخريبية أو تقع تفجيرات أو حرائق من طرف عيدي خفية بتهدف لزعزعة استقرار البلاد أو بتم اغتيال شخصية هامة أو أحد رجال الدين في ظروف غامضة هناك احتمال وقوع بعض الكوارث الطبيعية كالحرائق الغابات أو الزلازل خصوصا في الدول اللي ابتقى على خط الزلازل وتجدد نشاط بعض البراكين وأيضا أمور إلها علاقة بالطبيعة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تكون قوتها وخصوصا اللي الزوايا البطيعة والزوايا اللي بتتشكل مع القمر أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية التقابل السلبية اللي بين القمر والزهرة وهي ذكرناها من يوم أمس وقلنا إنه هاي ذروتها كانت الساعة 22.19 دقيقة صباحا من صباح يوم الثلاثاء وقلنا إنه هاي بتبدأ يعني قوتها من ظهر يوم الاثنين وبتستمر حتى مساء يوم الثلاثاء طبعا مساء يوم الثلاثاء المقصود فيه لغاية منتصف الليل عشان هيك لسه إحنا ما كملنا هذا الوقت في عشان هيك كان لازم إني أذكرها أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم ممكن يتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب وبتزيد من ضعفهم وميلهم للفوضى والتقلب وبتكون رغباتهم شوي هيك يعني ممكن توصلهم لخيبات أمل عاطفية راقبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تأذوا فيها الآخرين بشكل كبير بدون ما تشعروا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي وقلنا أنه ذروتها ساعة تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا من صباح يوم اللي هي من صباح يوم الاثنين وقلنا أنه هاي بدأت تأثيراتها من يوم الاثنين وبتستمر حتى مساء يوم الثلاثاء برضو يعني لغاية منتصف الليل فمنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون ذروتها أو كانت ذروتها ساعة 11 و27 دقيقة ظهرا من ظهر اليوم الثلاثاء ورح يظل تأثيرها مستمر لغاية ساعات المساء المتأخرة برضو وبعدين بتنتهي فمنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة في هذه الساعات المتبقية وبرضو بتزيد من خيالنا وبتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات خصوصا كفاءة على المستوى التجاري وبصير في عنا ثقة بالنفس ونتقلق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة واللي ذكرناها يوم أمس واللي بعد ساعات قليلة يعني رح يتصير ذروتها يعني إحنا الآن في أوجة ذروة اللي هي زاوية البطيئة الاقتران السلبية اللي بين الشمس وبين أورانوس وقلنا إنه هاي من يوم واحد خمسة ليوم تسعتاش خمسة متشكلة ولكن ذروتها يوم تسعة خمسة ساعة سبعة وخمسة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج غالبا لما هاي الزاوية بتتشكل بصير في ثورات انقلابات عسكرية اغتيالات بيتزيد من عنادتنا واندفاعنا واستقلاليتنا الشديدة والغرابة بتصرفاتنا بتجعلنا نخطئ في أحكامنا وممكن يصير في بعض التحولات العنيفة في حياتنا ملميل للمبالغة في تقدير قوانا وهذا الشيء بيعرضنا لوعكات صحية تتعلق بالقلب أو تشنجات عضلية وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال إضربات أو اشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناقة على الحريات العامة وبرضو بصير فيه نوع من أنواع هيك يعني بدل على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث لها علاقة بالسك الحديد أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل أو تكون ذروتها اليوم أول وحدة اللي هي زاوية التثليث الإيجابي اللي بين القمر وبين أورانوس وهاي ذروتها الساحة سبعة واثنين وثلاثين دقيقة صباحا من صباح اليوم الأربعاء طبعا تبدأ تأثيراتها من عصر يوم الثلاثاء وبتستمر حتى مساء يوم الأربعاء يعني عند منتصف الليل تقريبا هذه زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية وامور الها علاقة بالتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب يعني أجواء ممتازة جدا ونشاط عالي جدا وكثير من الأشياء اللي رح نعملها خلال هذا اليوم يتكون بحاجة لنوع من أنواع المغامرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي بتعطي طاقة أعلى لسعودة هذا اليوم طبعا هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة الثمانية وتسعة عشر دقيقة صباحا من صباح اليوم الأربعاء تبدأ تأثيراتها من عصر يوم الثلاثاء وبتستمر حتى مساء يوم الأربعاء نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نتلقى المساند والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل نصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح بالعلاقات العاطفية الأجواء جيدة وبرضو هاي بتدعم السوق المحلي أو خصوصا الأمور اللي علاقها بالمواد الغذائية أو الاهتمام أكثر بالأمور السياسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون ذروتها ساعة أربعة وسبعة وثلاثين دقيقة بعد العصر لو بعد عصر يوم الأربعاء طبعا تأثيراتها بتبدأ من ساعات متأخرة من مساء يوم الثلاثاء يعني من أن نحسب طيلة يوم الأربعاء هاي الزاوية متشكلة لغاية صباح يوم الخميس بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمر روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منكون فيه لأنه العصبية بتكون فيه أوجه وأي انتقاد وخصوصا للأشخاص اللي بكونوا محبطين عاطفيا أو عندهم مشاكل عاطفية هدولا يعني أقل كلمة ممكن يثوروا ثورة عارمة من الغضب وما تقدر تسيطر عليهم فعشان هيك بتكون تحاولوا انكوا تهدوا قدر الإمكان أي شخص بحاول انه يستفزكم حاولوا انكوا تتجاهلوا فقط لا غير وابعدوا عن المغامرات والمجازفات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي راح تكون ذروتها الساعة التسعة ودقيقتين مساء من مساء الأربعاء طبعا كل التوقيت بتوقيت جرينيتش وهاي طبعا تبدأ تأثيراتها من ظهر يوم الأربعاء وبتستمر حتى صباح يوم الخميس بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليفة أنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل بتدل على استياء الجماهير أو الرأي العام من الحكومة أو ظهور بعض الخلافات العرقية أو الدينية يعني هاي بسبب تراجع عطارة بتصير ولكن الأجواء إجمالا فيها بعض الإيجابية القوية اللي هي بتعزز الأمور اللي إلها علاقة بالقطاع البحري والصيد والأمور اللي إلها علاقة بالسوائل يعني زي النفط والماء وأيضا أمور إلها علاقة بالصيدلة وبيصير في زيادة اهتمام الناس بعقيدتهم ودينهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون الساعة 11.51 دقيقة مساءً من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت جرينيج هاي طبعا تأثيراتها من ظهر يوم الأربعاء ولغاية عصر يوم الخميس يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا وخصوصا اللي بدهم يتدينوا فلوس اللي بدهم يقترضوا أو تكفلهم أو تضمنهم أو ينصبوا عليك يحتالوا عليك كلما دولة ابعد عنهم تماما ما تأمن لأي شخص برضو هاي بدل على استياء الرأي العام من أمور إلها علاقة بالوضع المادي نتيجة تراجع مدخيل الدولة أو تقاهقر في مدخيل المؤسسات المالية والبنكية أو زيادة في أسعار بعض المواد خصوصا الغذائية منها أو نتيجة سن بعض القوانين الجديدة المتعلقة بمدونة المرأة أو تشغيل الأطفال بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار طبعا خلو المسار بيبدأ في ساعات متأخرة بالنسبة إلنا في منطقة الشرق الأوسط الساعة 11.51 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني بالنسبة للأردن بدنا نزيد ثلاث ساعات يعني الساعة ثلاثة إلا عشر دقائق فجرا بيبدأ خلو المسار ولكن هو دوليا 11.51 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى الساعة 2.5 دقائق من صباح يوم الخميس لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج الدلو يعني يوم الخميس القمر رح يكون في الدلو هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الآن في زاوية رح يتكون يوم الغد يعني يوم الخميس هاي زاوية زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو رح يتكون ذروتها ساعة 42 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش اللي هو بعد انتهاء خلو المسار ولكن تأثير هاي الزاوية ببدأ من عصر يوم الأربعاء حتى عصر يوم الخميس هاي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية بتدفعنا للإبداع وبتدل على تحولات إيجابية في الرأي العام وهاي فترة مناسبة لتطوير الصناعات الغذائية أو تغيير آلاتها ومعداتها أيضا فيعني بالمختصر يعتبر هذا اليوم يوم إيجابي في كثير من الأحداث المتنوعة في حياتنا اللي ممكن نستغلها بكل شيء ولكن ما تنسوا تراجعوا طارد يعني ما تتهوروا ما توقعوا عقود ما تتخذوا قرارات حاسمة دقيقوا بالتفاصيل يعني إذا كنت مجبر بدك توقع على عقد مثلا أو عندك أمر بدك تنجزه ما منقولك إنه عطل حياتك ولكن بدك تدقيق بالتفاصيل يعني إذا بدك تشتري سيارة بدك تعمل لها فحص وتتفقد من أوراقها وتتأكد من الشخص وتخليه تنازل بعدين تسلمه الفلوس عشان ما ينتصب عليك الموضوع بيت نفس الشيء أي موضوع بدك تدقيق بتفاصيله وحاول تستشير أهل الإختصاص وما تتسرع باتخاذ القرار لأنه في من الزوايا هاي بتغرر فيك وبتخليك ضحية للنصابين والمحتالين وعرضة للإصابات إذا تهورت أثناء قياتك للسيارة أو أثناء حركتك بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعاً عنا أول إشي الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن هدولة الأكثر حساسية إذن هذا اليوم بما أنه الجلد والشعر بالنص يعني أنا ما بنصح بشكل كبير ولكن إذا كانت اضطراري يعني قص الشعر التجميلي أو الأمور اللي إلها علاقة بعمليات الحقن الخفيفة للبشرة ما في أي مشكلة ولكن جراحياً تجميل شيء ممكن يترك أثر أو إنه إذا صار فيه خطأ يشوه فما بنصح بهذا الأمر أما بالنسبة لإزالة الشعر بالليزر فما بنصح فيها لأنه ما بدنا يعني أي شيء بعمل التهابات بالجلد نبعد عنه يعني نسبة الخطر قليلة ولكن يعني مش مشجع على هذا الموضوع إلا إذا كان الإنسان بده يضطر وخصوصاً إنه القمر بتناقص فهي فترة جيدة لإزالة الشعر الزاد ولكن لو صبرت ليوم الخميس بيكون أفضل أما بالنسبة لقص الشعر التجميلي والصبغ يعني التجميلي قال حنة أوكي الصبغ ما بنصح فيه ولا يصلح هذا اليوم للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الدلو يوم الخميس أو صباح يوم الخميس لأنه فيه فترة خلو مسار زي ما ذكرنا خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت 13.05 بيبدأ في تمام الساعة 3.15 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة 4.38 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينتش لينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدة في عمره 20 يوم في تمام ساعة 39.38 دقيقة مساءاً بتوقيت جرينتش بصير 21 يوم نسبة الإضاءة بتصير 69% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 21.05 منتحسي بنسبة 15% القمر في الجدي حتى يوم 11.05 سعيد الآن بنسبة 45% في ساعات منتصف الليل وما بعد بصير سعيد بنسبة 15% ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 10% في ساعات المساء المتأخرة بصير منتحس بنسبة 25% ولكن بظل يغلب على القمر طبع السعادة خلال هذا اليوم عطارد في الثورة بيتراجع حتى يوم 15.05 منتحس الآن بنسبة 15% ولكنه بظل سعيد بطبعه لأنه يعني 15% هي بسبب التراجع إلا أنه هو بعطي بعض الإيجابيات بسبب الزوايا ولكن هاي زوايا إحنا منعتبرها مضللة وممكن إنها تورط الشخص بمشاكل أو تخدعه فيورط بأشياء بشكل متسرع الزهرة في السرطان حتى يوم 5.6 سعيدة بنسبة 30% المريخ في السرطان حتى يوم 21.05 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16.05 سعيد بنسبة 15% وزحل في الحوت حتى يوم 17.06 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة حتى يوم 29.08 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 30.06 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلوب يتراجع حتى يوم 11.06 منتحس بنسبة 30% حطيت الكبسات اللي تحت تنسوش تنزل وتكابسوا يعني حتى هاي الصور اللي أنا لقلوب اللي حطيتلكوا إياها أنا متأكد أن فيه أشخاص بطنشوها فأذكر بالصوت برضو معها وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بيتركز كل جهدكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين لأن القمر في بيت السمعة فعشان هيك راح يظل اليوم في تواصل عن مستوى العمل عمل جديد تقديم طلبات مقابلات أو أمور إلها علاقة بمطالبة بالحقوق برضو فترة جيدة لهذا الأمر وخصوصا الأمور اللي بتتعلق بالعمل بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة ولكن زي ما حكينا بتكونوا ديروا بالكم من العنادة التحدي العصبية ردات الفعل المتسرعة هاي أهم الشغلات اللي بتكونوا تظلوا ضابطين عصابكم منها ولكن في كثير من الأمور بإمكانك تستغلها حتى إنه ممكن تستغل بعض المعارف لا يكونوا واسطة لإلك أو يحلوا لك أمر أنت مش قادر تحلوه برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم طاقة عالية جدا موجودة عندكم عندكم نشاط كبير على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات اليوم تليفونكم ما رح يهدأوا حركتكم رح تكون كثير كبيرة في مكاسب على المستوى التعليمي على مستوى الدراسي مستوى الامتحانات المراسلات حتى السفريات ممكن تظهر على الساحة أو ممكن يجيك خبر شوي هيك يلفت انتباهك صحيح إنه في أشياء بيكون إلها علاقة بهاي الأمور فيها سلبية ولكن ممكن إنك تتجاوزها بسهولة أهمش إنك ما تجعل أي شيء يحبطك للتطورات غنية بالفرص المناسبة اليوم بتنحصر عواصف الأيام اللي كانت ضاغطة بالفترة الماضية وخصوصا آثار الخسوف بترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا فترة مناسبة جدا حتى لتعزيز الأوضاع العاطفية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أهم إشي أنه ما تتشبثوا بمواقفكم المتصلبة بتكونوا مارنين حاولوا أنه أي شخص بده ينتقدكم تبعدوا عنه انتبهوا لأموالكم من المحتالين من النصابين من المغامرات المالية صرف الفلوس بدون حساب وخصوصا اللي عندهم مشاكل عاطفية حاول أنك تلاقش أي شخص بدبلوماسية بليونة عبر عن آراءك يعني بثقة ولكن مش بعصبية يعني يوم إيجابي تقدر تستغله ولكن بدك تنتبه على أموالك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بيينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يعني جيد سواء على العمل على العاطفة عن نشاط عن نفسية على الصحة وهذا يوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء جيدة رغم أنه فيها بعض التوتر إلا أنه لأنه القمر موجود مقابلك تماما فعشان هيك بعزز نقاط إيجابية بعطيك طاقة ولكن بالمقابل زي ما حكينا طاقتك بتكون ضعيفة فحاول قدر الإمكان إنك تبعد عن أي شيء بوتر أعصابك وتضبط أعصابك وما تدخلها بنقاشات ولا بحدية ولا بإنفعال لأنه الوضع مش مناسب بالنسبة لك ولكن على المستوى العاطفي وعلى المستوى الشراكات ممتاز جدا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بيبدأ العمل بتراكم عندكم شوي شوي لأنه القمر في بيت العمل والصحة أهم شي أنه ما تنشغلوا بالأعمال الغير ضرورية والمهمة ركزوا على الإشي المهم انجزوا بعدين انتقلوا لغيره خليكها هادئ حاول ما تهم الأعمالك عشان ما تتراكم الأعمال عندك نظم الوقت بشكل جيد وبرضو لا تهمل صحتك لأنه التقلبات الصحية بتكثر بهاي الفترة يعني بدك تدير بالك على صحتك بشكل جيد ممكن تنشغل بأمور صحية بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة أهم إشي أنك يعني تحاول أنك تهتم بأعمالك وممكن يجيك عرض أو عمل جديد أو فكرة تحاول تطورها اليوم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم يعتبر من الأيام المميزة جدا بالنسبة لكم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم مناسب للترفيه تغيير الجو تقرب من الأحبة اتصالاتك شؤون أبنائك بيتك تغيير نفسيتك كلها هاي أجواء جيد وفي أجواء مفاجئة بالنسبة لعلك وممكن تتلقى خبر ممتاز جدا بيتعلق بالحبيب بتكون نظرتك للحياة متفائلة أكثر يعني ممكن تراجع حالك عن بعض الأمور ويصير فيه نوع من أنواع المصالحات مع الحبيب خصوصا إذا كان فيه بينكم زعل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هو أن التركيز كله رح يكون على البيت وعلى العائلة فبتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية وبوزعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم تبدو مضطربين مرهفين للحس بعض الشيء تشعروا ببعض الارتباك أو ممكن تغضبوا بسرعة حاولوا أنك تتجنبوا الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحبة اليوم عندك أعمال وانشغالات إلها علاقة وأنت بتشتغل في البيت أو بعلاقاتك في البيت احذر من المشاحنات والأعطال المنزلية لا تفتح ورشاتك كبيرة وترهق نفسك برضو أهم شيء الحدية ممكن تقلق على أحد أفراد العائلة برج العقرب بالنسبة للموليد برج العقرب طبعا اليوم رح تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات نشاط عالي جدا على المستوى العاطفي أيضا الأجواء ممتازة جدا هذا اليوم مناسب لا اجتياز امتحان أو جرام مقابلة عندك سرعة بديهة عالية قدرة على الإقناع ممتازة جدا باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصل على الفرصة اللي تبرر من خلالها مشاعرك أو تبرر مواقفك بتنشطوا بالتنقلات والاتصالات والأمور اللي بتتعلق فيهم يعني أمور لها علاقة بالسيارة لها علاقة بالأجهزة الإلكترونية بالإلكترونيات ككل بالسفر بأي شيء ولكن أهم إشيء انتبه من بعض الكلمات اللي ممكن تطلع منك تكون جارحة أو تنفهم بطريقة خاطئة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة كبيرة لها علاقة بالمكاسب المالية والمكسب هذا عادة بيجي من عمل إضافية أو مستردات دعم هدية يعني في بعضكم ممكن يحصل على هدية ما كان يتوقعها أو جائزة أو ممكن خبر بيتعلق بالمال أو بينتظر مال واليوم تنحل مشكلته يعني كلها لها علاقة في هذا الموضوع فممكن تحتاج لمساعدة جهة ما أهمش انك ما تتكبر الوضع بيدعمك وبيكون لصالحك وبيسهل كثير أشياء في حياتك خلال هذا اليوم أهمش انك ما تسمح لأي شخص بأنه يغشك وبرضه في نفس اللحظة حاول انك ما تدخل في أشياء هاي الأشياء يعني ينتصب عليك أو ينضحك عليك أو تكفل حد وما رح تحصل فلوسك منه أهمش انك تكون حريص على موالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي بشكل جيد برج الجدي بالنسبة بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم تبدأوا فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود لأنه اليوم القمر خلص استقر عندكم فالطاقة بتكون قوية جدا ووسعكم السيطرة على زمام الأمور حاولوا أنكم تجدوا شيء جديد تشتغلوا فيه أو تتسلوا فيه أو تغيروا جو فيه ابحثوا عن الأشياء المميزة ممكن تعيشوا فترة فيها أفراح نجاحات يعني حاول تدخل التنويع على حياتك تغيير مظهرك قصة شعرك زيارة الأحبة تقرب من الأحبة لأنه أنت ملفت للانتباه حتى للجنس الآخر يعني اليوم مميز جدا حتى اليوم بيحمل انفراجات وتسويات لكثير أمور برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتشعروا بالتعب بنال منكم لأنه القمر موجود في بيت المتاعب وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم حاولوا أنكوا تنجزوا الكثير من أعمالكم بشكل روتيني وحاولوا أنكوا تأخذوا يعني ما تبتكر شيء جديد ما تعلق حالك بأعمال جديد هذا المقصود أنه تنجزوا كثير من أعمالكم بشكل روتيني يعني ما تدخل بأشياء جديدة وما تتخذ قرارات جديدة حاول أنك ترتاح من وقت لآخر لأنها هاي فترة احنا منسميها فترة محبطة وفارغة تماما من كل حسم وخبر حاول أنك تمشيها اليوم على خير لأنه ابتداء من بكرة القمر رح يوصل لعندك فمعناته حاول أنك اليوم ما تعصب وما تتسرع برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا اليوم بتكون تحاولوا تنجزوا كل الأشياء المهمة قبل يوم الغد لأنه يوم الخميس زي ما حكينا القمر رح ينتقل لبيت المتاعب عندكم فعشان هيك فرصة اليوم تنجزوا الأعمال الضرورية والمهمة اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتميلوا للتواصل مع الآخرين ممكن تنجحوا في حجة تأييد أو دعم لقضيتك فبتتحمس للقاء الناس لجمعية أو تهتم لشؤون أقارب الشريك الأجواء فيها كثير من المزايا اليوم كمناسبات ولقاءات ودعم اجتماعي أو دعم من الأشخاص اللي حواليك طبعاً هيك خلصنا كبستوا اللايك والديسلايك والأمور الكبسات اللي تحت كبستوا عليها اللي ما كبس يكتب لي بالتعليقات كيف بس يخدعها عشان قال يعني زي واللي آه لا أنا ما كبستش الله يعطيك العافية وشكراً لكم وبرك الله فيكم وعلى الله يجزيكم عنا كل خير هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر